البلوانسية المغربية فيما يخص ولي قيد المالك ما كانش فيها جيدان وانا اتيهمني المواطن المغربي ما تتهمنيش القضايا الخارجية باقي ناكل باقي نشرب باقي طوموبيل باقي ضار باقي ما تشنق الناس بك تعيش هنا في رحيزراء اشن هي القضايا اللولى لكي ناقش واتمجتمعات اشن هي القضايا اللي كتناقش بلا ما تبقى تزايد عليا اناش كتزايد عليا بشكل اطرح تز هنا وهنا 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 تغوط وانا كادا وانا كادا يا اخويا اخرج اضرب السلاح تواحد بها بسكاء خاص المغرب خاص المالك تشاور معك شخون تب سلامة تكون تب سلامة حليتي المشاكل عندك الداخل اشدير اشدير المشروعية عندك يعيط عليك تشاور معك شخون تب سلامة فرنسا رأى قوة اكثر من غدك شليكين في الرباط انت راجل السلاح وصير حر فلسطين واضرب بومباردي الكنيسة وصير موت شاهيد انت بومباردي الكنيسة وتكون ميتة لو قدوة في التاريخ مهما كانت اختلاف هو الاسس والاساس وهو الاحترام بما في ذلك للمؤسسة المالكية ولا المؤسسة الامن ولا المؤسسة البرلمان بغرفاته ولا المؤسسة يعني جميع المؤسسات اما المؤسسة والسياسة الخارجية لا يوجد واحد يقول لك السياسة الخارجية رأى حمق ولا يحبوا الخير اللى بلاد ديها هده اولي هده خاسنا حطاه في دماغ دينا هده وعليش رأى تقول لكم رأى المالك رأى فايتنا بزيف رأى فايت نازل السياسة وتادوا نازل فيسبوكيين واللي عنده معطياج على الارض عنده بزيف دي الحويش وبالتالي مرمقاوش انتزايدوا عن ميضام في المسائل اللى ما صيرى بالنسبة للمغريب لان الميضام في المغريب رأى متفوق علينا رأى قلت لكم شو حالما رأى قلت لكم مالك هذا المالك اللى كان في المغريب رأى اخطر مالك جز في تاريخ المغريب فاش ما بغيتي فاش ما بغيتي فاش ما بغيتي بلا ما نقوم تزايدوا المالك دي المغريب تكيب بزيف وفيت بزيف وفيت النوخة السياسية بشقها لذي المعارضة والطريقة التفكير ديلة وطريقة المعالجة ديلة وخصصا منها الخارجية المالك قوي علينا السياسة الخارجية قبلها او لما تقبلها اضرب رأسك مع الحيط المهم المالك رأى متمكين ورأى النيت رأى عنده الدكتورة في القانون دالة المساوي الدولي رأى دير الدكتورة في تعاون الضفاتين بالتالي هذه المسألة بلا ما نقوم تناقش وفيتنا النيظام بزيف مراهة الجزائرية هي التي دفعت المغريب دفعا لكي يطبع ماشي احنا دي بشينا طبعنا الجزائرية اللي دفعت المغريب بشي طبعنا هذا الموقع دي الولايات المتحدة الامريكية احسنت تشتد ديبلوماسيا المغربية بقيادة المالك احسنت وقبلت البالاء لحسن لكن احنا عدنا مشكل مع التطبيع كي نحويش غرين اشنا ما نحويش؟ هنا كسياسي كنبتعك الأفكار الى كننظام دال هذه انا ندير لي واحدة اخرى اشنا هي؟ احنا هالتطبيع غادي يمشى ما غاديش نردوه دابا وبين قصير الاسرائيليين ما غاديش نديرو نفس الاخطاء اللي يديروه في الفين باش تسدليموا المكتب دابا في المغريب ومن اي جاءت هذه المسألة وهي نصر للديبلوماسيا المغربية اما هكوا لهك ما تبقاش تقولي انا مع المسلسل دي الأم المتعدة اما مغربية الصحراء اما ركضة ضياخوية هاد الموقف اللي دارتوية المتحدة الامريكية هو في صالح انهاء الصراع اللي دام اللي طال لا المغريب طمئن الفلسطينيين ما غا تكونوا اشتموا اكتر من الفلسطينيين طمئن لانه ربا ما يكون احسان بكثير يدافع لها من موقع قوة لانه ربا لانه ماشي الملك دي المغريب ماشي سهل وبالتالي ما تبقاش تزايدو والجمع البارح في الخوطاب دي الجمع دي الجزائر كلها منصبة على المغريب وحنا في الخوطاب دينا كينش شي حاجة ما كينش لما تبغوش قال امور سياسي تناقص وهذه مسألة مزيانة هذه لانه جوامع مخصاش خصال العبادة ماشي السياسة تلك الامام اللي بغا يدير التطبيع و بغا يدير فيها وعر اخصوا يتعاقب من الناظرين اخصوا يتعاقب ما تقولي ايش قول الحق اقول الحقها في البريرك اللي عندك قول الحق في الزلاط اللي عندك قول الحق انتاقد الوضعية اللي عندك تجهيت القاضية الفلسطينية و تبانوا فيها و تزايدوا على النظام بها هذا ماشي وقت المزايدات هذا وقت انه ترميم الصوفو والتفكير في خطوات لعرق الات واليبتزاز واليحلب الاخر كيما الاخر كينوي يحلبنا احنا نحلبوا بالطريقة دينا بالدكاء بمجموعة للحويش راكينا مجموعة للحويش تديرها ماشي بالضبط انا غا ننتاقد مسألة ديل التطبيع غا ندير حويش اخطار من التطبيع تطبيع بشات في الدولة ولا كنمشي نخرج اليوم انا لعبها اخرى هو تدير هادي يدير شيء انا ندير لي شيء كمات كما فاسترانش يعني هاد العقل هادي ولي قص يكون عاد سياسيين هاد اواليش قدك من النايضام راه هارب بزاف هارب علينا بزاف لا تتكلم عن المغريد ما عندكش الحق باشتح لفمك المحاكمة ديل اي واحد اي واحد من الوق الصهاينة يحط رجل وتمك يكون متورط في قضايا دي القتل و دي الإجرام يتحاكم تما في المغرب وتو واحد ما غادي يقرب يدخل تما يبرت المومين الرساة دعلي نوحد فيه الباب ديال فيه تنقده قداش لا يعلموه إلا ليمشربوا ليشايف العالم كامل انا ارى اشحالت كي تتاصلوا بيه والله يمندير استجواه مع واحد بالله ولا بشيط الهم لا تقال اول ديره ما حققته الدبلوماسي المغربية بقيادة الملك هو نصر للمغرب وللمغاربة وللوحدة الترابية المغربية وهو خنجر فرقابة العسكر نظام العسكر ديال الجزائر و ديال الاعداء بصيفة عامة شوفوا مثلا ناس إسبانيين شوفوا إسبانيين ما قابلينش الموهد إسبانيين ما قابلينش دومه الموقف ديال المغرب شخصيا معه قلبا وقالبا انا اقول لكم هنا في السياسة الخارية ما عنديش مشاكل فيها فالمسائل ديال تطبيعه لا يتحصي الحاصل لا يسوي شيء لا يقدرش نفاوض انا وليات المتحدة الامريكية 16 ألف مليار دولار الدخل ديال من الناس الوطني الإجمالي ما كان شي واحد خون من السلاطين ديال المغرب من دولة الإدريسية لحد الساعة ما كان شي واحد الله يرحم لي مات ولي بقى حي الله يطور لي عمره قاعد الناس اللي يدازوا قرية التاريخ دياله ما كانش يوهد يخول البلاد الدول اللي كانت تساند المغرب تاريخيا همش دولات هي الإمارات والسعودية والسعودية بصيفة أمه وتافد المنفاوضات را همم يساندوا بالمال وبتعزيز الموقف لأنه لا أخو الرأس زالي الفلوس را همم يشرب فلوس والمغرب ما عنده ما يطي وبالتالي هذه تعييلة القيادات للدول الساودية والإمارات وقلت لكم المرة اللي فاتت وتنعرف ماذا نقول وقلت لكم المرة اللي فاتت هذه الدول مهما كانت اختلافات مئة كلهم را همم يتصارحوا يرجعوا را عندهم ملك التعاون ولك استراتيجي ماشي مرحالي وبالتالي ما نقاوش را الامير النائب محمد بن وزيد را همم يشجع الماليك إلا اتخاذ الموقف قال لي را همم يشجع الماليك لانا لاخر ملهوف على الفلوس ترامب عزالي الفلوس وبالتالي هذه الدولات احترموا كمغاربة لا يهموني المسائل ذلك الشيء يوقع مثلا بهالولي العادة التي تقولون تورط في جريمة الخاشق وذلك اللباس له لانا في تقديري هذا الموقف خرج على الموقف لكن الناس يخرج على الموقف لانا يرحلوا صحة لاخر قيد جاد مات لهم في يوم ما عرفوش يدير وانا لانا 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 كانوا بغنين يقتلوه لانا يديرون لي بحلالك دي الكورية الشاملية شي جدير في صنغافورة ولا مات في ماليزيا را لحت علي الغبر وطارت ما عرفوش كونية ورامت الزوس بيطار مات لو كانوا بغنين يقتلوه لانا يديرون لي بحلالك وفي الساودية ورامت لهم بثائل ورامت لهم بثائل لكن وقعوا استغلوا باك أردوغان ويحلب السعوديين السعوديين لم يريدون شي يتحلبه لانا كل شي فلوس لا علاقة الدولية يتحاملوا بالفلوس ايبا الله السعوديين لم يريدون شي يتحاملوا لانا كل مخابرات تصيدوا وليس تصيدوا ومع صورة الامير لانا كان عنده اعداء يتربصوا به وعنده جرأة في طروحات دياله وفي تغيير السعودية وفي شجعته والصناعة دي البلاد وما بغاش يبقى يستوردته ويقدم البلاد دياله ويواجه الايرانيين ويواجه التركيين والامارات لانا نفس استراتيجية بغين يواجهوا لانك انطمع احداك ايرانيين بغين يمتزوق التركيين يعني الناس كتدافع لبلادها واش انا ما تعلن فالكل موظاهرات لي خرجوا لهم واش انسان في السمر وفي البرد وما عندوه الصباط وخارج في صندانة واش انا غريمشي ليش نخرج هنا اصلا انا جيهان وعريان وحفيان ونخرج من موظاهرة تحية كده ولمع القادية كده ولمع شد تخرب يا قد شد اخوه الخاوي انا خابير في القضايا دي المغريب تنتمنى الله سبحانه وتعالى انها تسبت ومليليا انها تكون سيادة مشتركة ويولي غريز يزيد من المعنوية ديالي انتعو الناس باش نتكلموا انا عندي اسميت واقتصاد ديال جيجة بنادم جيعان بنادم مارتشنوق باقي ناكل باقي نشرب باقي طموبيل باقي دار باقي مارتشنوق مهم رال انسان مني مريح في المغريب رال يحمد الله عز وجل